مواقف متضاربة تنوب المسؤولون في إيران على إطلاقها تراوحت بين التشدد والرغبة في الحوار المرشد الأعلى علي خام مينئي وفي لقاء مع قادة من الحرس الثوري جدد التهديد بمواصلة تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي كما انتقد وساطة الدول الأوروبية معتبرا أنها محاولة لإجبار الرئيس حسن روحاني على مقابلة الرئيس الأمريكي ترامب لجعل إيران تستسلم لخلق موقف رمزي للتظاهر بأن إيران قد استسلمت وإجبار الرئيس روحاني على الاجتماع مع ترامب استخدموا أصدقاءهم الأوروبيين كوسطاء لكنهم في النهاية لم ينجحوا لكن روحاني لم يغلق الباب أمام الوساطة والحوار بل ذهب إلى القول إن الخطة التي عرضها الرئيس الفرنسي ماكرون تلقى قبولا على نطاق واسع في إيران نتفق تقريبا مع الإطار العام الذي كان الأوروبيون يتبعونه لكن بعض العبارات يجب أن تعدل نسعى دائما للأمن في المنطقة ولا نسعى للحصول على أسلحة نووية وعليهم رفع كل العقوبات والسماح لإيران أن تكون حرة في تعاملاتها التجارية موقف مغاير خرج به وزير الخارجية محمد جواد ضريف معتبرا خطة ماكرون المكونة من أربع نقاط لا تتضمن وجهات نظر إيران ومع ذلك بيّن أن إيران ستظل على اتصال مع أوروبا بشأن هذه المسألة يجب أن تستمر المحادثات حتى يمكن إثارة القضايا ومناقشتها على نحو دقيق سوف نظل على اتصال وفيما كشف ضريف عن تحرك آخر لرئيس الوزراء الياباني قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مساعي فرنسا فشلت لأن تهران تريد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها